مرحبا بكم أعزائي الطلبة في درسي ديد لمادة الرياضيات للصف الثالث العدادي الجزء الأول تمثيل المعادلات في صيقة الميل والمقطع بيانيا أهدافنا إن شاء الله اللي راح نحققها اليوم كتابة معادلة المستقيم بصيقة الميل والمقطع وتمثيل معادلات المستقيم بيانيا مستعملا الميل والمقطع يحفظ جميل خمسمائة بيت من الشعر وعندما اشترك في نادي الشعر بدأ بحفظ ثلاثين بيتا جديدا كل شهر ولمعرفة عدد الأبيات اللي هي صاد التي يحفظها بعد سين شهرا نكتب المعادلة صاد يساوي ثلاثين سين زائد خمسمائة فإذا صاد هي عدد الأبيات وصين هي عدد الأشهر سؤال الأول كم سيكون عدد أبيات الشعر التي سيحفظها جميل بعد شهرين طبعا إني هي حق المعادلة المكتوبة صاد يساوي ثلاثين سين زائد خمسمائة فإذا المطلوب مني عدد الأبيات بعد شهرين فمعناته راح أستبدل أو راح أعوض بقيمة سين الثنين لأنه شهرين فإذا ثلاثين في اثنين زائد خمسمائة خمسمائة وستي السؤال الثاني كم سيكون عدد أبيات الشعر التي سيحفظها جميل بعد أربع تشهر فإذا أول خطوة راح أكتب المعادلة وعوض بها بحيث أستبدل قيمة سين بأربعة فبيطلع للناتج ثلاثين في أربعة مئة وعشرين زائد خمسمائة ستمائة وعشرين السؤال الثالث هل سيكون الميل في التمثيل البياني للمعادلة صاد يساوي ثلاثين سين زائد خمسمائة موجبا أم سالبا راح يكون موجبا ننتقل إلى المفهوم الأساسي لصيقة الميل والمقطع الصادي صيقة الميل والمقطع للمعادلة الخطية هي صاد يساوي ميم سين زائد با ميم تساوي الميل هي عبارة عن الميل وبا هو عبارة عن المقطع الصادي طبعا معطني مثال صاد يساوي ميم سين زائد با صاد يساوي اثنين سين زائد ستة فإذن ستة هي عبارة عن المقطع الصادي واثنين هي عبارة عن الميل تمثيل معادلة المستقيم معادلة المستقيم هي معادلة خطية يمكن تمثيل معادلة المستقيم بيانيا بأكثر من طريقة وتطرقنا ودرسنا التمثيل إما بتكوين جدول أو التمثيل باستعمال المقطع الصيني والمقطع الصادي في الدروس السابقة هناك طريقة أخرى للتمثيل معادلة المستقيم بيانيا وهي صيقة الميل والمقطع الصادي وهذا ما سنركز عليه في هذا الدرس يمكن تمثيل معادلة المستقيم بتكوين جدول بالمقطع الصيني والمقطع الصادي وصيقة الميل والمقطع الصادي مثال أكتب معادلة كل مستقيم في ما يأتي بصيقة الميل والمقطع الصادي الميل اثنين والمقطع الصادي صالب خمسة فإذن أول خطوة يجب كتابة معادلة المستقيم وهي صاد يساوي ميم سين زائد با الخطوة الثانية التعويض ميم هي عبارة عن الميل فإذن اثنين وسين بتنزل كما هي المقطع الصادي صالب خمسة من الممكن من البداية نحن ننزلها بالإشارة بما أنها بالسالب رح تنزل صالب خمسة فإذن الإجابة النهائية رح تكون صاد يساوي ميم سين ناقص خمسة ننتقل إلى المثال الآخر الميل ثلاثة أرباع والمقطع الصادي ثلاثة فإذن أول خطوة يجب كتابة معادلة المستقيم وهي صاد يساوي ميم سين زائد با الخطوة الثانية التعويض بالميل والمقطع الصادي الميل ثلاثة أرباع وتنزل السين وبا بما أن المقطع الصادي بالموجب فإذن زائد ثلاثة ننتقل إلى تدريب عزاء الطلبة ولكم من الوقت دقيقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر السؤال اكتب معادلتك المستقيم فيما يأتي بصيقة الميل والمقطع تدريب الأول الميل سالب خمسة والمقطع الصادي سبعة فإذن أول خطوة يتم كتابة معادلة المستقيم وهي صاد يساوي ميم سين زائد با التدريب الثاني الميل ثلاثة على ثلاثة على ثنين والمقطع الصادي سالب أربعة فإذن أول خطوة يتم كتابة الصورة العامة لمعادلة المستقيم وهي صاد يساوي ميم سين زائد با خطوة ثانية التعويض فالإجابة النهائية راح تكون صاد يساوي ثلاثة على ثنين سين ناقص أربعة ننتقل إلى مثال آخر أكتب معادلة كل مستقيم فيما يأتي بصيقة الميل والمقطع الصادي فإذن يجب أولا إيجاد المقطع الصادي المقطع الصادي راح ألاحظ النقطة الموجودة عند الصادات فإذن هنا المقطع الصادي راح يكون اثنين الخطوة الثانية راح أوجد الميل الميل يتكون من بسط ويتكون من مقام البسط الانتقال من النقطة إلى نقطة أخرى إما أعلى أو أسفل فإذن إذا فردتنا الميل ألف بصورة عامة فإذن ألف هي عبارة أعلى أو أسفل البا راح تكون يمين أو يسار ملاحظة أخرى قبل البدء بالمثال كذلك إذا كانت الرسمة إلى أعلى فمعنات الميل بالموجب أما إذا كانت الرسمة إلى الأسفل أستنتج بأن الميل إشارة سالبة فالآن راح أنتقل أتحرك بحيث من النقطة الأولى إلى أن أصل إلى النقطة الأخرى أو العكس أبتدي بهذه النقطة إلى أن أصل إلى هذه النقطة فإذا في حالة إذا بديت بهذه النقطة فإذا راح أتحرك إما أعلى أو أسفل ولكن بما أن أريد أن أصل إلى هذه النقطة فمعنات راح أتحرك وحدتين إلى الأعلى فإذا راح يكون الميل اثنين لأن أتحركت وحدتين ومن ثم راح أنتقل اثنين ثلاث أربع خمس فإذا خمس وحدات الآن إشارة الميل بما أن المستقيم إلى الأعلى فمعناته إشارة الميل موجبة الخطوة اللي بتياي أكتبه معادلة المستقيم وهي عبارة عن صاد بساوي ميم سين زائد باء وعوض الميم أو الميل هو عبارة عن اثنين على خمسة فإذا اثنين على خمسة سين زائد المقطع الصادي اثنين فإذا صاد يساوي اثنين على خمسة سين زائد اثنين ننتقل إلى المثال الآخر أولا يتم إيجاد المقطع الصادي المقطع الصادي هي النقطة الموجودة في وين؟ في المحور الصادات وهي سالب اثنين فمعناته باء راح يكون سالب اثنين أما الميل فإذا حاول أتحرك من هذه النقطة إلى أن أصل إلى النقطة الثانية فمعناته يجب أن أنزل إلى الأسفل مرتين ومن ثم ثلاث وحدات إلى اليمين فإذا الميل هو عبارة عن سالب اثنين على ثلاث حطيت السالب لأن المستقيم إلى الأسفل فمعناته معادلة المستقيم صاد يساوي ميم سين زائد باء فإذا صاد تساوي سالب اثنين على ثلاث سين ناقص اثنين الآن أعزائي الطلبة ننتقل إلى تدريب آخر ولكم من الوقت ثلاث دقائق اشتركوا في القناة 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 انتهى الوقت نستعرض الإجابة الصحيحة معا اكتب معادلة كل مستقيم فيما يأتي بصيقة الميل والمقطع التدريب الأول راح تكون الإجابة صاد يساوي 3 على 2 سين زائد 3 في التدريب الآخر معادلة المستقيم صاد يساوي سالب خمسين زائد واحد ننتقل إلى مثال آخر اكتب معادلة المستقيم الذي ميل ثلاثة أربع ومقطعه الصاد سالب اثنين بصيقة الميل والمقطع ثم مثلها بيانيا فإذن أول خطوة يجب كتابة معادلة المستقيم معادلة المستقيم هي عبارة عن صاد يساوي ميم سين زائد باء الخطوة الثانية التعويض في معادلة المستقيم إذن صاد يساوي ثلاثة أربع سين ناقص اثنين الخطوة الثالثة عند التمثيل بيانيا يجب أولا تمثيل المقطع الصادي المقطع الصادي يساوي سالب اثنين فإذن عند التمثيل البياني سالب اثنين من المقطع الصادي ومن ثم ننتقل إلى الميل الميل ثلاثة أربع فمعناته ثلاثة إلى أعلى لأن الميل بالموجب ومن ثم نتحرك إلى اليمين أربع وحدات فمعناته من خلال النقطة راح أتحرك ثلاثة إلى أعلى ومن ثم راح أنتقل أربع وحدات إلى اليمين ثم راح أصل بين النقطة مثال آخر أكتب معادلة المستقيم الذي ميله ربع ومقطعه الصادي سالب واحد بصيقة الميل والمقطع ثم مثلها بيانيا فإذن أول خطوة كتابة معادلة المستقيم وهي صاد يساوي ميم سين زائد باء الخطوة الثانية التعويض بمعادلة المستقيم صاد يساوي ربع سين ناقص واحد فإذن أول خطوة يجب تعيين المقطع الصادي المقطع الصادي سالب واحد الآن يتم التحرك أولا إلى أعلى مرة واحدة لأن الميل بالموجب ومن ثم أربع وحدات إلى اليمين فإذن خطوة واحدة إلى الأعلى ومن ثم أربع خطوات إلى اليمين وأصل بين النقطة ننتقل أعزاء الطلبة إلى تدريب آخر ولكم من الوقت أربع دقائق ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 لأن تكون إجابتكم صحيحة نتابع مع بعض حل التدري إذن أول خطوة نكتب اللي هو معادلة المستقيم نعوض في معادلة المستقيم يتم أولا تعيين المقطع الصادي وهو ثلاثة بما أن الميل بالسالب فإذا راح أنتقل إلى الأسفل مرة واحدة ومرتين إلى اليمين فمعناتها أسفل في التدريب الثاني نكتب معادلة المستقيم أول خطوة إن نعوض بالميل والمقطع الصادي يتم أولا تعيين المقطع الصادي وهو سالب ثمانية بما أن الميل سالب ثلاثة فمعناتها سالب ثلاثة على واحد فمعناتها راح أنتقل ثلاث خطوات إلى الأسفل وخطوة واحدة إلى اليمين ننتقل إلى مثال آخر مثل المعادلة ثلاثة سين زائد اثنين صاد يساوي ستة بيانيا طبعا يجب أن نتأكد أن تكون المعادلة بصيقة الميل والمقطع لذا سيتم ترتيب هذه المعادلة بحيث تكون على صورة معادلة بصيقة الميل والمقطع الصادي فإذن ثلاثة سين زائد اثنين صاد بيساوي ستة نستذكر مع بعض أن معادلة الميل والمقطع الصادي هي عبارة عن صاد يساوي ميم سين زائد با حيث الميل هو المعامل سين والبا هو المقطع الصادي فإذن نستذكر مع بعض معادلة الميل والمقطع الصادي صاد يساوي ميم سين زائد با حيث الميل معامل سين والبا المقطع الصادي فإذن الخطوة الأولى نطرح ثلاثة سين من كل طرفين المعادلة تبسيط راح ينتج لي نين صاد يساوي ستة ناقص ثلاثة سين نين صاد يساوي سالب ثلاثة سين زائد ستة مجرد استخدمنا الخاصية الإبدالية سالب ثلاثة سين زائد ستة بقسمة الطرفين على اثنين فإذن راح ينتج لي صاد يساوي سالب ثلاثة على ثلاثة سين زائد ثلاثة بعد أن تم تحويل المعادلة إلى صيقة الميل والمقطع الصادي هي عبارة صاد يساوي ميم سين زائد با الآن نمثلها بيانياً المقطع الصادي هو عبارة عن ثلاثة فإذن يتم تعيين الثلاثة في المحور الصادي الخطوة الثانية الميل يساوي سالب ثلاثة على اثنين بما أن الميل بالسالب فيتم التحرك إلى الأسفل ثلاث مرات ومن ثم الاثنين بالموجب يمين مرتان فإذن راح أتحرك ثلاث مرات إلى الأسفل واثنين بالموجب فإذن راح أنتقل يمين من ثم رحدتان إلى اليمين وراح أصل بين النقطة فيكون تمثيل المعادلة ثلاثة سين زائد اثنين صادي يساوي ستة بهذه الصورة الآن ننتقل إلى مثال آخر مثل المعادلة صادي يساوي سالب ثلاثة بيانياً أولاً نتذكر بأن يجب أن تكون المعادلة على صيغة الميل والمقطع الصادي فإذن نتذكر بأن صيغة المعادلة صورة الميل والمقطع الصادي صاد يساوي ميم سين زائد با ألاحظ بأن الميل يساوي صفر فإذن صاد يساوي صفر سين ناقص ثلاثة فإذن الميل بالصفر والباء أو المقطع الصادي صالب ثلاثة لأن الميل صفر سيكون تمثيل المعادلة عبارة عن مستقيم أفقي فإذن يتم أولاً تعيين المقطع الصادي اللي هو السالب ثلاثة وبما أن الميل بالصفر فمعناته راح يكون الخط أفقياً وموازياً لمحور السنات فإذن تمثيل المعادلة صاد يساوي سالب ثلاثة راح يكون بهذه الصورة ننتقل إلى مثال آخر مثل المعادلة ثلاثة صاد يساوي ستة بيانياً فإذن نتأكد بأن تكون المعادلة على صيقة ميم سين زائد با فإذن يجب أولاً قسمة الطرفين على ثلاثة راح ينتج لي بأن صاد يساوي اثنين راح ألاحظ بأن الميل يساوي صفر فإذن صاد يساوي صفر سين زائد اثنين بما أن الميل صفر سيكون تمثيل المعادلة بيانياً عبارة عن مستقيم أفقي فإذن أول خطوة راح يتم تعيين المقطع الصادي وهو اثنين ومن ثم رسم خط أفقي موازي حق محور السنات فإذن تمثيل المعادلة ثلاثة صاد بيساوي ستة كما هو موضح في الرسم البياني الآن أعزائي الطلاب ننتقل إلى تدريب ولكم من الوقت أربع دقائق ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 انتهى الوقت مستعرض مع بعض الإجابة النهائية في التدريب الأول طبعا الرسم البياني راح يكون بهذه الصورة نستعرض مع بعض الخطوات شفويا أول خطوة يجب التأكد أو إعادة كتابة المعادلة في صورة صيقة الميل والمقطع الصادي وهي صاد يساوي ميمسين زائد با الخطوة الثانية تعيين المقطع الصادي ومن ثم التحرك باستعمال الميل إلى أعلى أو أسفل ويمين ويسار على حسب إشارة الميل الرسم الثانية والرسمة الأخيرة بالتمرين الأخير ننتقل إلى مثال آخر كان عدد الأطباء في المستشفيات الحكومية في مملكة البحرين سنة 1996 نحن 528 طبيب وقد ازداد هذا العدد بمعدل 16 طبيب تقريبا كل سنة السؤال الأول أكتب معادلة لإيجاد عدد أطباء المستشفيات الحكومية بعد عام 1996 طبعا عدد السنوات بعد عام 1996 السنة الأولى طبعا أحنا قلنا أن عدد الأطباء 568 ويزداد بمعدل 16 طبيب فمعناته في السنة الأولى راح يكون عدد الأطباء 528 زائد 16 في السنة الثانية راح يكون 528 ولكن 16 يعني 16 زائد 16 أو ممكن طريقة ثانية 528 زائد 16 في السنة الثالثة 528 زائد 16 زائد 16 زائد 16 أو ممكن يعادة كتاباتها ب 528 زائد 16 في 3 سين من السنوات فمعناته راح تكون بهذه الصيقة 528 زائد 16 فإذن المعادلة راح تطلع عليه 16 زائد 528 تابعوا المثال في السؤال الثاني طلب مني أن أمثل المعادلة بيانيا فإذن عساس أمثل المعادلة بيانيا أولاً يتم تعيين المقطع الصادي وهو 528 فإذن تقريباً 528 هنا تقريباً الآن في السنة الأولى فإذن يتم التعويض 16 في 1 16 زائد 528 فإذن يطلع لي 544 في السنة الثانية 16 في 2 زائد 528 يطلع لي الناتج 560 وهكذا فإذن هنا 1 و 542 2 و 560 وإلى آخر الآن أعزائي الطلبة ننتقل إلى تدريب ولكم من الوقت ثلاث دقائق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة انتهى الوقت مستعرض الإجابة الصحيحة معا بلقت تكلفة وجبات العشافي مهرجان خيري 1160 دينار فإذا بيعت الوجبة الواحدة بخمس دنانير اكتب معادلة تبين مقدار ربح المهرجان عند بيع نون وجبة فمعناته راح ينتج خمسة نون ناقص 1160 لأن بلقت التكلفة شام 1160 فعساس أوجد الربح راح أطلع قيمة الوجبة الواحدة في نون وجبات ناقص اللي هو التكلفة مثل المعادلة بيانيا فإذا أولا 1160 اللي هو يعتبر لي بالمقطع المقطع الصادي فإذا بما أنه بالسالب فإذا تقريبا 1160 راح يكون عند هذه النقطة الآن بما أن الميل الخمسة الميل والمعامل خمسة طبعا على واحد فإذا راح أتحرك بما أن الميل بالموجب إذا راح أتحرك إلى الأعلى خمس وحدات وإلى اليمين وحدة فإذا واحد اثنين ثلاث أربع خمس ووحدة إلى اليمين وأصل بين النقاط طلابي الأعزاء للمزيد من التمرين التمرينات يمكنكم الرجوع إلى كتاب الرياضيات للصف الثالث عدد الجزء الأول صفحة 43 و44 و45 وتمنياتي لكم بالتوفيق وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر